كلام الناس ومصر كلها بقالها كام يوم قلبها موجوع ما بيتكلمش غير عن نيرا بنت المحلة وبنت جامعة المنصورة الله يرحمها واللي راحت طبعا ضحاية حدثة بشعة مفيش داعي أفكركم بتفاصيلها طبعا كلامنا وكلام الناس عمره ما يشفي ولا يبرد نار أمها ولا أبوها ولا إخوتها ولكن عشان ما نصحاش مرة تانية على حدثة زي دي تروح ضحايتها بنت زي الفل وزي الأمر زي نيرا كلامي النهاردة هيكون للشباب السؤال الأول هل الرجولة إنك تتجوز وحدة غصب عنها؟ هتبقى فرحان من جواك لما تتجوز وحدة أنت مهددها بالقتل؟ أو وحدة كنت بتبتزها بصور أو فيديوهات زي ما حصل لو تفتكروا مع بس أنت الله يرحمها بنت محافظة الغربية؟ هل أنت كده هتكون مبسوط وراجل واستصحابك؟ ولما يشوفوك معاها في الكوشة هتبقى بتبص لنفسك كده وإنت متباهي بنفسك؟ هتبص لنفسك إزاي في المراية وإنت عارف إنك متجوزة بالطريقة دي بالتهديد والابتزاز تحترم نفسك إزاي؟ وإنت عارف ومقتنع من جواك إنها مش بتحبك ومجبر على الجواز منك بتشوف نفسك إزاي؟ أرجو من الأهالي اللي بيسمعونا قبل ما يدوروا لولادهم على مدارس وجماعات يروح يدرسوا فيها وياخدوا شهادات يعلموهم يعني إيه رجولة؟ يعني إيه تبقى راجل وعندك كرامة؟ عندك نخوة؟ معتزب نفسك؟ عندك كرامة مرة تانية؟ أعلموهم يعني إيه حب؟ ويعني إيه ما ترميش بلاك على بنات الناس؟ ألتلك مش عايزاك؟ خلاص مش عايزاك لما تعلموهم ده وقتها أكيد عمرنا ما هنشوف ولا نسمع عن حوادث زي اللي حصلت لنييرة أو لغير نيرة زي ما قلت الكلام كله مش هيوفي ولا يكفي اللي حصل لنييرة لإنه على مرأة ومسمع الجميع الرسالة أخيرة لبعض الناس على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي كفاية ورحمونا زهقتونا كفاية مبررات وكفاية كلام في اللاشيء في الأي كلام عندك كلمة حلوة قولها ما عندكش اسكت خليك ساكت والله ما حدش هيجي يقول أهو اللي ساكت أهو أو أهو الأخ الخبير الفني الرياضي الثقافة الديني الاستراتيجي الساكت ليه؟ وما أتحفناش برأيه الفز في القاضية دي أو الحادثة دي أو الخبر ده نرأي مشاعر الناس نطبطب على الناس نطبطب على قلب أبوها وأمها المكلومين في بنتهم بدل ما نزود نارهم بالكلام اللي مالوش أي لازمة ولا ليه أي داعي تدخلش في اللي مالكش فيه عندك كلمة حلوة قولها في المصيبة اللي حصلت عندك كلمة وحشة احتفظ بيها لنفسك ادعيلها بالرحمة بنا يا رب يرحمها ويصبر قلب أهلها ويحفظ بناتنا اللي خايفين دلوقتي وينتقم اللي كان السبب ترجمة نانسي قنقر